السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة جمال المرأة النهاردة اقدم لكم وصفة بتتمنها اي فتاة او سيدة وهي وصفة لتفتيح البشرة مثل بياض التلج وايضا معومة الجلد زي جلد الاطفال البشرة مكوناتها بسيطة جدا ويلا نبدأ ننفذها زي ما انتم شايفين مكونات الوصفة بسيطة اوي عبارة عن طمط مية ومعلاقة لبن بدرة انا بحب دايما اللبن اللي هو النباتي بتاع نيده وزيت جونسون بيبي يبقى معلاقة لبن بدرة وطمط مية نقسمانه الصين وزيت جونسون بيبي هضع كمية من زيت جونسون بيبي على اللبن البدرة ما هقولش كمية محددة لكن هي كمية بتكفي ان اللبن يتحول الى الكريمي يعني هضيف تاني حتى يتحول اللبن البدرة الى المخلوط الكريمي دلوقتي انا حصلت على المخلوط الكريمي من اضافة جونسون بيبي الى اللبن البدرة همسك نص طمط مية واغمزها في المخلوط الكريمي وابدأ ان انا ادلك بيه البشرة طبعا ممكن تعمليه على الوشة يبقى روعة 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 فيه حركة دائرية لمدة خمس عشر دقايق وبعدين كمان تسبيه لحد ما يجف على البشرة وبعدين تغسيلي البشرة بماء فاتر طبعا معروف ان اللبن بيفتح البشرة جدا جدا بيسد المسام الوسعة بيزيلي رؤوس السودة وكمان الطماطم بتدي للبشرة لون وردي جميل بتدي حمراء للبشرة لانها بتنشط الدورة الدموية وجونسهم بيبي بيدي نعومة وتراوى للجلد هسيب الوصفة على البشرة لحد ما يجف ممكن تاخد معاك ربع ساعة تلت ساعة وبعدها اغسي الوشي بالماء الفاتر الوصفة دي مكنت قراريها في الاسبوع حوالي تلت مرات طبعا قبل ما استخدم الوصفة بكون جهازها البشرة ان انا اكون اغسلها كويس قوي عشان المسام تكون نظيفة ونشفها وبعدين ابدأ احط الوصفة عليها قلنا نقررها تلت مرات هحصل على بشرة بيضاء كيلون التلج ونعيمة مثل الجلد الاطفال حقيقة الوصفة دي خطيرة بتفتح بشرتك درجات واضحة جدا جدا بتمنى الوصفة تكون عجبتكم اللي مش مشترك بالقناة يضغط اشتراك ولايك بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة